بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل لشابتر 4 نشوف اليوم إن شاء الله اللي هو لكتشر 2 نشوفيه نشوفيه نحن نبدأ بالبولي أولا هنا نحن نعطيك جذور المعادلة نقول لك طلي عنا المعادلة نفسها عكس اللي كنا نستخدم في الروتس الروتس كنا نعطيك المعادلة ونقول لك أعطينا جذور هذه المعادلة أوكي نشوف مثال هنا أعطيناك جذور المعادلة جذور هي 1, 2, 3 طبعا حتدخلها تحت تقول لي R equal root 1, 2, 3 ممكن تسميها R ممكن تسميها أي شيء آخر وبعدين حتستخدم البولي علشان تطلع البولي R الـ R اللي أنت جبتها من شوي وحيطلع لك هو مباشرة اللي هي جذور هذه المعادلة هذا ما يطلع لك يطلع لك بس كده هذا اللي هي مش جذور المعادلة الكويفشين تبعها كيف أطلع منها أنا المعادلة أصلا أولا لازم أعرف المعادلة من درجة كام المعادلة ما دام لها ثلاث شذور هنا معناها هي معادلة من درجة ثالثة إذن هي X كيوبك إذن الواحد معامل أول واحدة سالب ستة 11 سالب ستة شوف مثال آخر هل الترتيب مهم؟ أنا المرماضي قلنا واحد اثنين ثلاثة لو حطينا واحد ثلاثة اثنين هل يغير شيء؟ يلا الروتية واحد ثلاثة اثنين غيرنا الترتيب هنا هل هيغير استخدمنا البولي R هيعطينا نفس إذن نطلع بالنتيجة من هنا أنه هنا الترتيب مش مهم تبع اللي هو الجذور كيف دخلتهم معناها لو جد قلت R equal حطيت واحد ثلاثة أو واحد ثلاثة ثلاثة أو ثلاثة ثلاثة واحد أو أي ترتيبة أخرى ما دمت لأعداد الثلاثة هذو اللي جبتهم فالنتيجة حطينا دائما نفسها هل نشوف اللي هو استخدام الفونكشن اللي هو بوليفال هنا أعطيك الفونكشن E يعطيك المعادلة الدالة هذه ويقول لك أعطيني قيمتها عند X والنتيجة حطيها في C مثال هذه المعادلة أعطيني قيمتها عند 5 كيف أدخل المعادلة هذه بنفس الطريقة اللي كنا نعملها في الروتس قلنا نبدأ بأعلى power إلى أقل power وندخل الكوفيشن تبعها إذن ثلاثة هي أعلى power مع أعلى power واثنين اللي بعدها هذه 2X to power 1 وهنا الواحد اللي هو الأخير هنا طب استخدمي بوليفال وأقول له أعطيني قيمة الفونكشن هذي عند كم عند 5 أنا المطلوب مني هنا أصرين هو F5 تساوي كم أضغط هنا أنتر يعطيني يقول لي أنسر equal 86 أي شيئا 86 هذي اللي هي F5 هل ممكن نأخذ أكثر من قيمة؟ نعم نفس المعادلة اللي كانت تعديني شوي لكن يقول لك أعطيني قيمتها عند 5 و 7 و 9 ندخل المعادلة بنفس الطريقة نستخدم بوليفال لكن لاحظة هنا استخدمنا 5 7 9 هنا حيطلع لي ثلاث شغلات أشية اللي هي هنا F5 وهنا F7 وهنا F9 هنا الترتيب مهم جدا كل واحدة واللي موجودة اللي في الوساط هنا قيمة اللي في الوساط والأولى الأخيرة هي الأخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي في الوساط